تحية من الله عليكم ومع معاني الفعل المعنى الأول يخرج أو يذهب إلى الخارج مثال الخروج من الغرفة إلى الحديقة أيضا مثال آخر عندما رآنا عاد وخرج فورا أي غادر الغرفة المعنى الثاني يتم إرساله أو توجيهه إلى الخارج مثال تم إرسال البرقيات إلى كل أرجاء الأرض المعنى الثالث أن يكون الطريق الصحيح أو الموصوف نحو الخارج أو إلى أي مكان هنا من خلال هذا الباب يقود الطريق إلى الخارج وقواعديا نلاحظ أن S في هذه الجملة ليست شخصية فلا تعود على كائنين معين المعنى الرابع يمتد نحو الخارج مثال يمتد الشارع خارجا باتجاه الميناء المعنى الخامس متوضعا أو موجها على نحو يمكن الناظر من خلاله أن يطل على شيء مثال المعنى الثالث أن يتخطى أو يتجاوز شيء مثال هذا تجاوز قوايا أو صلاحياتي فعلا تخطط بمطلبها هذا المتحدث التي كانت تتكلم قبلها تخطي المستوى المعتاد بمقدار كبير معلومات متقدمة أو إضافية حول ذلك ولكن ما تحليل مقاطع هذا الفعل الثلاثة؟ لدينا هن وأوس وغين كما نعلم تعني الذهاب وأوس الخروج أما هن فتعني الاتجاه من عندك نحو جهة مقابلة لك أي عكسك أي خارجك أما ها فتعني المجيء من نقطة تقابلك أو بعيدة عنك إلى حيث أنت لذلك نقول في هن أي إلى أين أما في ها من أين إذن هن تشرح التوجه من عندك نحو الخارج وأوس غين تعني الذهاب إلى الخارج فهن إذن أضيفت هنا كي تشرح العملية الانتقالية بين حيث أنت وبين النقطة التي تريد الذهاب إليها فهي لا تعني فقط الذهاب كاتصال أوس بغين تعني الذهاب إلى الخارج لكن هن تؤكد على العملية الانتقالية بين موقعك الآن وذهابك نحو الخارج ووصولك إلى تلك النقطة في الخارج فهي إذن تركز على العملية الانتقالية فملخص هذا الفعل أنه يخرج مع بقائه متصلا بمن شئه أو بملاحظة من شئه وإلى اللقاء